سائلة من البليدة تقول هل يجوز لي أن أدعو للشيطان بالهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا لازد يدعي له يدخل الجنة وتكون انتي زوجته في الجنة ويكون نسيبك يعني وين وين هذو ما أبو لاهب وفرعون هذو ثابتت النصوص بأنهم من أهل النار أسئلة غريبة وعد جاسق ثاني ولا حوى شعرها صفر وانا وين شفت حوى ولا تلاقيت بيها ولا أحضرت العرس انت حركت زوجت بآدم عليه السلام ياخد زوجه في الجنة واش دخلك انت تتحوس على حوى ولا شعرها صفر ولا كحل ولا كيفه داير وعد سخساني الكلب تاع أهل الكهف هل هو دوبارمان ولا شيان باجي واش دخلك انت في المسألة لو كانت الحكمة في نوع الكلب لذكره القرآن ولكن القرآن قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل فهو كلب قتلوا بالاكانيش وين على بالنا ولا دوبارمان ولا بالاكانيش مصيبة يسألوا أسئلة عجب جاني واعد قال لي السكان القرية من قسمه على زوج أقسام على خير قال لي السكان يتسألوا شكون لعقد الزواج تعسيننا آدم عليه السلام شكون عقد له قلت له يا أخي انتما واش قلتوا قال النصر على القرية يقول سيدنا رسول الله والنصر أخو يقول لا لا الزوج بها بلا عقد قلت له يا سبحان الله لما ربي قالوا هذه زوجك سكن أنت وزوجك الجنة كي قالوا ربي سكن أنت وزوجك هو ربي هو لي عقد له واشي سحق إمام يعقد له وربي قالوا هذه مرتك هذه زوجتك ثم انتم كيف تنقسموا على مسألك ما هذه واش دخلكم شكون عقد الآدم عليه السلام ماشي رديتون مئة سنة للورا ماشي مئة سنة ماشي ألف سنة رديتون إلى آدم عليه السلام وين رايحين بهذه الأسئلة العجيبة والغريبة ما الشيخ عبد الرحمن الجلال يا رحمه الله سقسة واحد قالوا صليت فوق القرمود ولا صلاة صحيحة قالوا واش داك للقرمود ياخ انت تخدمتك تصلي لا تلعت القرمود تصلي واش داك للقرمود يعني قرمته بعض المشايخ بهذه الأسئلة